إلى موضوع آخر التقت رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة أمس الخميس بالعاصمة القطارية الدوحة التقت برئيس ربطة رجال الأعمال القطاريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة فيصل بن قاسم الثاني حسب بيان لكونفيدرالية فقد تم خلال هذا اللقاء استعراض جوانب مختلفة من العلاقات المتميزة بين الجزائر ودولة قطر وسبل تعزيز الاستثمار القطري في الجزائر مستقبلا فيما توصل سعيدة نغزة الاستعدادات لتنظيم معرض المنتجات الجزائرية الدائمة في قطر هذا وتم تكريم سعيدة نغزة من طرف منظمة واعدة القطرية تقديرا لجهودها الكبيرة في تنشيط ودعم التجارة بين الجزائر ودولة قطر ترجمة نانسي قنقر